كونو ماشي داك الحلوف دا ردوان كونو لقيته دابا اعود بالله من الشيطان الرجيم علش عيرتو؟ مسكين اش دار ليه؟ هو غير بلاتي بلاتي ماشي هو هاداك هاد المره متسنيتش بالزهر مشيت كنجري الجيهة التلفازات فاش باليه احتوقفت عليهم اللور وقلت له اخيراً لقيتك فين كنتي؟ علش مشيتي؟ قلت هوا انا كنهج بالجرى ومحصبة علش دار ليه هاكده؟ كان عليه غير يقولها دار عنديك كيف العادة ما كان حتى تعبير على وجهه نيفه وحمر بالبرد وعينه كي بريه قال انتي قلت ليه سير في حالك وانا مشيت دارك هاديك وعندك الحق تخرجي اللي بغيتي نيري على برودة الاعصاب اللي بفيه كون انا دار ليه شي واحد هاكده كونو مسمحتش ليه قلت ليه لا انا ما قلش هاكده زعماء اه قلت ولكن ما قصدش كنت مع الصباح اسمح ليه قال ليه اوكي سمحت ليك شي حاجة اخرى باينا فيه مازال مقلق نيريش حال مختلف على الرجال ديال هاد الزمان خصوصا لمغاربة مختلف كليا ما يمكنش انطيق باللي حقيقي تصرفاته وهدرته اي حاجة عنده بالعبار بحالي لك يمتلفش فيلم وحافظ السيناريو قلت ليه فين كنتي غادي قال ليه كنت سارة الجوز وين وانا نقول له لا ما خصقش الدور بالزاف ما زال ما بريتيش يلا هل الدار وهو يقول يا قلت ليه ياسير في حالك وانا نقول له ارجعنا لنفس الهضرة راه قلت ليك كنت معصبة وهو يقول وشكوني دمال ليه باللي إلا مشيت معاك ما غاداش تعود التعصبي وتجري عليها قلت ليه إلا جريت عليك ارجع ايش كنقول اذا ما اكون هاني ما غاداش نجري عليك قال وإلا تعصبتي قلت إلا تعصبت غندير اي حاجة إلا اناني نجري عليك بقى كيشوف فيها تاني بنفس الطريقة من الفوق لتحت وكيرجع تاني للفوق وهو يقول يلا ولكن انا اللي نسوقته مبيه قلت وعلاش بالسلامة وهو يقول هاكدك ما كان حمش تسوق بياش امرأ قلت لي وعلاش انسيتي فاش كنت مريد قال هاديك حالة خاصة ما كنديرش ضيقة في العيالات وانا نقول له اياه ده بكت عايرني في وجهي وهو يقول ها اللي قلنا ها انتي تعصبتي كون كنا في الدار كون قلت لي يا صير في حالك الحمد لله ما زالين هنا جاتني الضحقة ولكن حبستها بالزز مديت له السوارت وقلت له هاكد اغان خليك غير هاد المرة ولكن ما زال ما تفاهمناش على ديك القضية ديال ما كان حملش تسوق بياشي مرة ابتازم لي واخد السوارت ومشى وانا تابعه والخطوات دياله كبيرة بزاكد كان جري باش نوصل عليه قال لي يا الدوق ديالك زوينة زي زفونة قلت له شكرا اعافى هاد الشي ولكن علاش قلتيها قال لي يا اي واحد شاف صندالتك غايقولها نزلت عينية لرجلي تفكرت بلي لابسة صندالة دلميكا في الشيبي وفيها الورد ما زال ولابسة بيجاما طويلة تحت المونتو فاشعقت بلي كيتفل جمعت الضحكة وقلت له عمري ما خرجت هاكده رهبس بابك حل الباب ديال الطموبيل ودخل وهو كيدحك ادخلت حتى انا وانا مع الصباح ما كيعجبنيش الاسلوب باش كينتاقد لبسي اصلا ماشي سوقو انا حرة قلت ليه اخر مرة تضحك ليه على حويجي قال وشكون قال لك كندحك قلت انا عارفة حويجي فشكل ولكن كيعجبوني واصلا ما خلانيش نكمل دار عندي وقال ليه ششت غير كندحك معاك زوينا بحويجك وبلا بيهم قال ها بوحد الطريقة بورشات ليه لحمه ما كنحملش هادشي اللي كيوقع ليه فاش كنكون معاها قلت ااجي كيفاش بالحويج وبلا بيهم يلا لاحقت وخنزرت فيه كيفاش بل ليه ما دارهاش بالعاني حي ترتعبك قال لا ماشي دكش اللي فهمتي قلت له وشنه فهمت باش عرفتيني شنه فهمت بقينا هاكده فنجير الخاوي حتى وصلنا للدار اه وتفكرت تاني باللي ما خاص حتى شي واحد يشوفه قلت له بلاتي انا غدا طلعنا اللولة وانت تبعني ما بغيت حتى حد يشوفنا داك الشي اللي درت طلعت بعد ما خليت الباب محلول باش يدخل ما تسنيتوش ادخلت للدوش عييت اليوم ما كاين ما حصل مندوش سخون في هاد البرد الدوش هو البلاسة الوحيدة فاش كنحس براسي فعاله ماخور غدا استبت مقارياش ومخداماش احسن حاجة غنرتاح ابقيت مخشية في البانوار شي ساعة ونص حتى كنت غدا نهز البست وخرجت مشكيلة تاني خاصني ساعتين باش نشوف شعري ولا بلاش اغدا نخليه مطلوق حسن باش ينشف بوحده البست واحد البيجامة في البيض واسعة بالساف بحال دوك اللي كيبانه في الافلام الاجنبية القديمة كنت عجبني بزاف حيت مريحة وخمس خوناش ولكن انا ما كيجينيش البرد طلقت شعري باش نشف ودخلت البيدي شوية كنسمع واحد الصوت اه هذا صوت كرشي انسيت شي حاجة سميتها الماكلة اخر مرة قليت كانت الصباح واحد الصندويتش ديال كاشيرو الفروماج فيه الشوع نطو جبت الباكية ديال سيريلاك وصايت هافز لافا قبل ما تضحكوا عليها كان نموت عليها وتفكرت باللي ويل ما كلاش اه ما سوقيش ايلا بغيا كل رالكوزينة قدامه انا ماشي ماما جبت البسيديالي قلت هاد اللي لغا نتفرج في شي فيلم اختارت فيلم فايت ليا عشرات المرات شفتو ماشي مشكيه خديت شي بسم البلاكار وخدمت الفيلم يالله بغيت نبدأ سمعت الدقان وقلت شكون اوي لا لا شكون شكون غايكون من غيره احنا بوحدنا في الدار نط حليت الباب وطليت عليه وقلت له نعام وهو يقول شنو كديري قلت والو علاش قال لي غير سولت مجانيش نعاز قلت له كنتفرج وهو يقول تخليني نتفرج معاك قلت لي هلا قال لي علاش قلت لي نسيتش اشترتي وليت نخاف قال انا مازال مصر باللي مدرت والو ولكن حيت راسق قاصح غنقول لك سمحي لي وهو يقول بهاد الشي اللي لابسه جيتي بحل اميرة قلت لي ذا عمك ترتب الهضراء باش نخليك تدخل بقاك يشوف في يوك يطلبني بعينيه ضحكني وانا نقول له ولكن داك شيفهش كنتفرج مو حالي عجبك قال خليني ندخل بعده ونشوفه حيت من الطريق وحليت ليه الباب دخل بجرة وقلس فوق الناموس يوخد الباسة قلت له شكون قال لك قلس وهو يقول هاد السيلم كان حماق عليه ضحكت وقلت لي من نيتك قال اه علاش وانا نقول عمرني شفت شيراج القدك كيتفرج في الرثوم ديالاميرات قال وعلاش الله في هاد الدنيا حتى حاجة ما مستحيلة تقدري قاعة تلقىي بنت عندها عشرين عام وقد تاكل سيري لك قلت لي ها احنا بدينا عودتاني نوض من تنبع هاك الكرسي وقلت إلا بغتي تفرج ولكن ناموسيتي ما تقربش لها ميلكية خاصة وممنوع الدخول خدا الكرسي وقلس علي جاه صغير وضحكني ولكن خليه مزيان تكيت فوق الناموسية وخدمت الفيلم قال ازاي زافونا انا وانا نقول له شش ما نسمعكش حتى يكمل الفيلم ساعتين وحنا كندحكو كندحك كتر فاش كنشوفه فوق داك الكرسي وسال الفيلم وانا نقول اوه شحال زويني ينبجوش جاو مع بعضياتهم هاد الجملة كنقولها دي ما فاش كيسالي قال لي هم شوية قلت لي عندك شي خطيبة لا صافي عيقت ما بقيتش كنت حكم في فمي قال لي يا لا قلت لي علاش هو يقول كيفاش علاش قلت زع ما قلت معه راسي واحد بحالك غيكونوا ضايرين به البنات قال هم بحال داك الشي وانا نقول وياك قلت لي ما مخطوبش اه هي مصاحب حتى كنسمعوك يقول ما مخطوب ما مصاحب قلت لي كيفاش قال هاك داك وانا نقول زع ما ما كتقربش جاي عاللبنات قال لي يا اه ها قلت لي غادي تسطاني بدك يضحك والتقيبت يلزين بان التعريم وهو يقول ما شي ضروري تتصاحب او لا تخطب باش تكون معشي بنت قلت لي اه يعني عندك علاقة قال لي يا الله خنذرت فيه وهو يقول لا بغيت نقول ما شي علاقة علاقات تخلعت في هادا اللحظة حسيت بواحد الاحساس غريب تمنيت كون يقول لي يا غير كانت حك معاك بحال فاش عايب لي يا صندلتي ولكن ما قال هاش هش شافني سكت وناد من فوق الكرسي وجغلت حدايا دار نفس الشوفة من الفوق لتحت الفوق وقال زي زفونا سمعي البلاثة في نساكن مديراش بحال هنا تم العيشة مختلفة هاد شي غيبالك فشكن ولكن هادي هي الحقيقة ومعندي علاش نخبيها قلت لي انت ما مزيانش وهو يقول علاش قلت له وكتسول كتخرج معه الرامد للبنات وكتقول العيشة تمام مختلفة اجي باينا فيك السيدة فاش قلت هادى الكلمة الاخرة اضحك مني ايتو وهو يقول لا لا ما شير ديك الدراجة قلت ليه وهو يقول وانتي قلت ليه وانا شنو قال شي حبيب ولا شي خاطيب قلت ليه الله ينجيني أنا ما كنحملش الرجال وهو يقول علاج قلت لي هاكدا كديرين بحال ما بغيتش نعاير ونت قدامي راجل حشو ما قال أنا ماشي راجل قلت لي شنو تخلعت فشقا لها بلا ما نحس درت إيدي على قلبي وهو يقول ياك أنتي اللي قلتيها ضحكت وانا نقول لارا ما قصدش غير قاطعنا الصوت ديال التليفون ماشي ديالي دياله ولكن منين جابه لعجب أنا متأكدة ما كانش عنده ناضو داد لي إشارة باللي غيمشي هدر في السطالون من بعد شي خمسة ديال تقيق رجعوا تلاح فوق الناموسية واخد السيد راحته خلاني غير كنشوف نطق لس فوق الكرسي باش نبعد عليه قلت ليه منين جان جال أشنو جلت ليه تليفون جال ليه ديالي علاج وانا نقول أنا متأكدة باللي ما كانش عندك جال باش عرفتي جلت ليه رهباينة غير عطارف جال شريته وانا نقول امتأ قال ليه اليوم قلت ليه كداب قال وعلاج تاني قلت ما عندكش الفلوس وهو يقول عندي لك أغت بونكاخ قلت ليه كداب ناضو قلس وتقابل معايا ودار إيديه تحت حناكم وكيشوف فيه بستهزاك وقال وعلاج تاني كداب قلت لي حيث ما كانتش في حويجك في الجيتي قال لي واش ضروري نقول ليك فين كنت نخبيها يحساب لي كدحشم اوينيش كيقول هذا والله ما بقى كيحشم بطبيعة الحال كان حشم ولكن سري أنا اللي كانثول حسيت بحناكي واللوحة مرين وجاني تاني استهد يالله بغيت نثول شي حاجة باش نبدل الموضوع هو يقول شعرك زوين قلت ليه عارفة وما تبقى يش تهدر معايا بحال هكا بدأت قرب ليه يالله هزديت إيدي بغيت نصرفكو وهو يشدها جرني من دراعي وقربني لعندو حسيت بلي ما بقيتش عندي مقاوامة إيديا ما كنقدرش نحركهم حيث إيديه سحاح أول مرة نكون قريبة هكتة من شي راجعي أول مرة بغيت نهدر ولكن الطريقة باش كيشوف فييا خطفات ليه سلط كان كيشوف ليه في عينيه عينيه في شكال عمرني ما شفتش واحد بحاله يالله عقت بلي شادت فيا هاد المرة ما قدرتش نهدر ولكن حاولت قلت له باعد باعد مني ما عرفتش شنو اللي ضحكو ولكن بدك يضحك بلا ما يطلق مني قال إلا ما غاديش نباعد قلت ليه باعد مني عالوين لك حل والله دنش ما عليك الجيران هو يقول علاش خيفة مني حتى لهاد الدراجة أول مرة نشوف شي بنت بحالك قلت ليه قلت ليك ما كان حملش اللي يقيسني كنت باغا نغوت عليه بحال مرة اللي فايته ولكن تفاجأت بصوت ديالي مبحوح وخافت وهو يقول بغيتك فاجأني بهاد الكلام إذا عمي قدري تعدى علي اللان لا ما يمكنش يرد لي الخير اللي درت فيه هكدا إيش غا نقول دارنا كان عليين خليهم اليوحة حسن ما حسيتش بالدمو حتى نزلوا لي عمرني حسيت بالخوف بحال هاد اللحظة بديت كنبكي بالجهد وهو تتخلع واطلق مني وهو يقول استمحي ليه ما عرفتش شنوق عليه ووقف وغمض عينيه وزير على إيده قلت له واش كي يحساب ليك أنا منذك بنات الزنق اللي كاتمشي معهم أنا عمرني درت بحال هكدا عندي عائلة كتخاف عليها ومسحت دموعي وقلت أنا ماشي بحالك ما كانش عليين عاونك أصلا يحساب ليك أنا وما بقيتش قدرت نكمل بلك قال ليه عافكي صافي سكتي ما بغيتش إحساب ليك بغي منك شي حاجة أنا عرفتك من الأول ماشي من داك النوع وداك شي اللي درت على قبلي عمرني ما غادي نساه فاش قلت ليك بغيتك قلتها بلا منحز ولكن ره بسطح انتي ما عارفة وانو عليا وغايجي الوقت فاش غدا تعرفي قلت ليه شنو بغيتيني نصفق ليك دابا قال لا بغيتك تقبلي تزوجي بيا فاش قال دوك جوش كلمات جاتني هيستير يديا من الضحك بحال لا عود لي شي نقطة بديت كانت حك بالدموع أنا براسي ما عرفتش حلاش كيف ما قال لي ياردوان يمكن القلوس في الدار بوحدي خلاني نتسكن ويل بقى كيشوف وممتازم ما كان فهمش هاد السيد رديت الفعل دياله ماشي متوقعة قلت ليه أنا تزوج بيك من نيتك قال من نيتي قلت ليه نقوله قاعبي اللي ما بقيتش كنكره الرجال يلا قاع نتزوج بواحد ما كان عرفوش ونقدمو لدارنا وما خدامش من الفوق وفيه غير الكريتيك نعيشو بزينك أو اللبع ويناتك ضحكتيني والله رجعت تكو دار ايديه تحت راسه وهو يقول لا علاش ياك انتي خدامة أنا عاجبني لحال هكذا بقى يتخدمي وتقرأي واهنا نقلس في الدار متفرج في التلفازة خليني يا البيسيديا لك حتى هو وداركم ما عندك علاج تقوليها لهم رأينا وياك اللي غنتزوجه والأميرة من غدة الى بغيتي يمكن كان حلم أكيد كان حلم حاولت نتفكر قاع الحويج الخيبين اللي درت في حياتي أكيد الله كيعاقبني تفكرت ولاد الجيران اللي كنت كان صلخ وتفكرت انتيحان المات اللي كنت كان نقل فيه حيث ما كان حملش المات تفكرت الفلالس ديال درهم اللي كنت كان شري وكان خنقهم صراحة نستاهل بقيت حال لفمي كانت سنه تاني يقول لي يا كنتحك معاك وانا نقول له شي شورو تخرى شنو تبغي في صداقة مولاي قال لي يا يحسب ليك كنتحك ديريها بحال شي مغامرة ومغاداش تندري ما نقولو هل حتى واحد غير أنا وياك علاش غنديرو بحل الناس علاش ما نعيشوش حياتنا كيف ما بغينا السياد كيهضر بصح أنا كنت كنفكر احتاج لها شي نهار دلت شي كسيدة وتزعزعت في عقلي وتزوجت يكون زواج مختلف قاوي لي واش منيتي كنفكر قال ليك مغامرة اللي لا ما يمكنش نديرها أنا دابة كنحاول نمحي الرغبة اللي جاتني فجأة باش نغامر محا اللي لا خاصني ننسى انا عارف عائلتي وأصلا ما كان عارف عليه والو وإلا كان شي تاجر مخدرات ولا شي قتال محتار شغل نقول للناس وصحاباتي بلا عرس بلا خطبة بلا من وجده والو وقال لك نخدم عليه الحماق هذا وخاء أنا مبلية بالأفلام والروايات الرومانسية عمري قرأت في شي كتاب على شي وحدة دارت بحال هاد شي اللي كنفكر به يمكن خاصني نعاود نمشي عند الطبيب النفسي خاصني نشوف شي واحد آخر حيث اللول مقدر لي وينه يمكن وانا نقول له موافقة ما عرفش كيفاش قلتها يمكن فمي ما بقاش عنده اتصال مع دماغي ما كانش ناوية نهائيا نقولها وهو الابتسامة دياله زادت كبرات وهو يقول لي ايضا حتى نغده ما غاداش ندميه حبيبي يمكن قاعد القصص كتنتاهي بالزواج قاعد القصص اللي قرأت الابتال كيتزوجو وكيولدو ووليدا تزويني انا قاستيغا تبداي بالزواج هاد الشي إلا ما غيرتش الرأي غده يمكن فاش نعاس ونفيق من القلبه من بعد ما جريت عليه للصالون وسديت عليا ما قدرتش نفكر ما زال عن نقط نونوس فيه رحة اختي الصغيرة حيث ديالها عطاتوا لي قبال منجي آخر مرة في العطلة ديال راس العام ونعزتوا في دماغي جوج عينين ملونين كيطلعوا ينزلوا فيه يا ربي يا ربي تدير لي اللي فيها الخير دازت سيمانة وجدنا فيها الوراق ما تبدلات حتى حاجة بيناتنا ما زالين كيف كنا هاد السيمانة ما ديتهاش فيه كل هذا زد خدمة وقرايا اغلبية الوقت كان بات عند السناء باش نحفظه واليوم الثبت موالفة كان فيق حتى للتناش هاد المرة ضربتني الفيقة معت سعود بالخلعة حلمت حلمة خائبة ما عقلتش باش بالضبط فقت مشعكة كيف ما العادة في جامتي واصلة للنص بلادي شنو اليوم؟ آه اليوم غنتزوش للاسا نعاز مقضى في يوالو وعاد ما الرغبة ديالي في المغامرة تزادت دوشت ومن بعد الدوش نشفت شغالي وقلت شنو خسني نلبس؟ عادي اصلا بما انه هاد الزواج ماشي بحال ديال الناس فحتى انا ما غاداش ندير بحال العروز عادي غندير بحال فاش نكون غاديال سبيطار اما حتى فلافاك كانت قاد شوية فالسبيطار ما كان اللي يديها فيك غير ديري خدمتك ولبسي اللي بغيدي حليت الماريو وجبت واحد القبية بصفر لبست سروات يلتجين ماشي عريت بزاف بحال لي موالفا وعلى شنو رهز زواج هادا لبست لي بوت دوك لي كيكونو من فوخين بحال ديال تيلي توبيز درت القرينات كيف العادة ولكن هات المرة خسني ندير شوية ديال ماكياش درت اي لاينات وشوية ديال قلوف حناكي حمرين ما درت ليهم وعلي دي معا ايتي وخوتي فشكيس المعلية كيجروا لي حناكي وكيقرصوهم حيط غلاط وانا ما كيعجبنيش الحال كان حاس بالمعاناة ديال الدراري الصغار خرجت للسالون انشوف الزوج المستقبلي واشفاق ولا ما زال السالون خاوي قلبت الدار كاملة ووالو ايجي يكما هرب يكما شي حد سيفطولي ييت في اللعلية شكومون يقدر يديرها ديك اللحظة دوزت فراسي شاريت ديال اعداء ديالي سواء في الخدمة اولا في القراية حتى سمعت الدقال وانا نقول شكون قال ليه انا الحبيبة وانا كنحل الباب وباغى نقول ليه ما يبقاش عيط ليه بها دسمية نجوج نطس ضمنه هو دير بحال شي مانكا عندو جلسة ديال التصوير وانا دير بحال شي برهوشة هاربة من المدرسة ما عرفتش كدار ليها ومنين جاب الحوايج قلت ليه جيتي زوين هاد شي اللي قدرت نقول ليه شاف فيه من الفوق اللي تحته قال احتنتي وانا نقول له قد ضحك علي تاني اياك قال لا علاش وانا نقول ما عرفتش حيت ولفتها فيك قال لا منيتي اجمل عروضة عارفة كيتنس عليها ولكن خليه قلت ويل بغيت نهدر معاك قال كان كي حساب ليه باللي دابا كنهدره قلت لا بغيت نقول بغيت نهدر معاك ديال بالصح في الشروط ديال الزواج وهو يقول كن سمعك دخلنا للصالون وقلس قدامي ودار الرجل على الرجل وركز ليه في عينيه كيف ديما مع الابتسامة ديال استهزاء او لمعرفت شنو قلت له الشرط اللون ما تبقاش تضحك عليها ما قدرش يحبس الضحكة قلت ليه هالي قلنا بدينا من دابا ما زال ما درنا فطاجين ما يتحرق وهو يقول راه ما زال ما تزوجنا حبيبي الشروط كتطبق من بعد الزواج قلت ليه ما عليناش الشرط التاني عمرك تقيسني وهو يجمع الضحكة قال شنو وعليش يحساب ليك غن تزوجك وانا نقول شنو اه قل ليه هاك داك بغيت استغلني غادي تزوجني باش باش ايعا والله لكانت ليك قال موافق ولكن من الأحساب تقولي ما نقيسكش إيه لما طلبتيهاش مني اضحكت وانا نقول له ويحساب ليك غدا نطلبها منك شنهار انت محال واش عارف بمن غد زوج وهو يقول غير قوليها وصافي احتاشي حاجة ما مستحيلة لأمي شاف فيه بواحد الطريقة مختلفة هاد الشوفة كان عرفها مزيان بحال نهار فاش قال لي يا بغيتك ما عليناش خليه يحلى قلت الشرط التالت ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر